احنا كلنا عارفين رخصة الصفر لما تسمح لبعض المصلين بالجمع ما بين اكتر من صلاة الناس اللي بتصلي اكتر من فرض في وقت واحد بدون عذر هل ده حكم الشرعي ايه؟ هل تقبل صلاة هذا الشخص ام لا تقبل اذا تأخر في ادائها؟ ازاي يجمع ما بين الصلوات او يجمع ما بين اكتر من فرض في وقت واحد اسئلة هنحاول نتراح النهاردة في فقرتنا الدينية يوم الجمعة في صباح الخير يا مصر مع ضفنا الدكتور شريف ابو حطب مدير عام منطقة القاهرة الدينية وواعظ بوزارة الالقاف خلينا يعني في البداية طبعا نرحب بحضرتك يا فندم ويعني اعتقد في بعض المغلطات في تطبيق هذه الرخصة او الاخذ بهذه الرخصة فخلينا في البداية اعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين اولا حكم تأخير الصلاة عن موعدها وهل بالفعل الصلاة المتأخرة تقبل من صاحبها ولا لا لو حضرتك بس تعرف السادة المشاهدين يا فتح بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية يعني بشكر البرنامج على اختيار هذا الموضوع لان اختيار هذا الموضوع دليل على ثقافة واعي القائمين على البرنامج خاصة حينما يدلل على مكانة واهمية هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهي الصلاة والدين الاسلامي مبني على اليسر وعلى التيسير وعلى دفع الحرج عن الناس ولذلك فرض الله تبارك وتعالى الصلاة واوجبها وهي ركن من اركان الاسلام ومع ذلك رخص الله تبارك وتعالى لمن لم يستطيع اداء الصلاة في وقتها ولمن يتعرض للمشقة كالسفر او المرض والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الشروط التي ينبغي على العبد ان يراعيها والمعايير التي تراعى في مثل هذا الجانب فالصلاة ان كانت مكانتها عظيمة لا تسقط بحال من الاحوال عن العبد الا اذا غاب عن الوعي او فقد الوعي او اذا انتقل الى الدار الاخرة اما في كل حياته فلا تسقط عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان من لم يستطع ان يصلي فليصلي قائما فان لم يستطع فليصلي جالسا او قاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فليجريها على عينه فان لم يستطع فليجريها على قلب اذا لا تسقط الصلاة بحال من الاحوال إذا كانت لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال فقد يظن البعض أن هذه من المشقة و لما قد يكون هذا مسافر أو قد يكون هذا مريض فكيف يكون بأداء الصلاة نأتي بعد ذلك للرخصة العظيمة ألا وهي جمع الصلاة و قصرها نفهمها فندم بتفصيل يعني إمتى أجمع الصلاة بكل بساطة جمع الصلاة هناك جمع فقط وهناك جمع و قصر بالنسبة للجمع و القصر فهذا يكون في الصفر وله شروط أول شرط من الشروط أن تزيد المسافة أن تبلغ المسافة مسافة الصفر المعروفة عند الجمهور 85 كيلو ولا ينظر في ذلك لوسيلة الصفر بعض الناس تظن أن تطور و تغير وسائل المواصلات و سرعتها الآن و تطويرها الآن يسكت هذه الرخصة لا يسكت هذه الرخصة هذه الرخصة منحها الله عز وجل و قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه سبحانه وتعالى فأول شرط أن تبلغ المسافة 85 كيلو الشرط الثاني أن يكون هذا الصفر في طاعة لله عز وجل الشرط الثالث أن تزيد مدة الصفر عن أربعة أيام إن زادت عن أربعة أيام بتتحول من صفر لإقامة فهنا يعد مقيم أما بالنسبة لأربعة أيام أو أقل من أربعة أيام فهذا يعد مسافر كيف يقصر الصلاة كيفية قصر الصلاة تقصر الصلاة بالنسبة للصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر و كيفية القصر يشترط دخول الوقت الأول منهما وقت صلاة الظهر إذا دخل وأزن لأن بعض الناس تقع في خطأ أن يخرج للسفر في الساعة العاشرة مثلا والظهر الآن الواحدة إلا فينوي الصلاة في العاشرة أو الحادية عشر قبل أن يدخل الوقت الأول و من شروط صحة الصلاة دخول الوقت يعني يبدأ أذن الظهر يعني دخلنا الظهر نعم في اللحظة دي أبتدي في قصر الصلاة أبتدي في قصر الصلاة كيف أكون بها أصلي إذا دخل الوقت الأول بنوي جمع الصلاة جمع تقديم العصر مع الظهر وأبتدي أصلي الظهر ركعتين وبعد كده بقيم الصلاة و أصلي العصر ركعتين ده بالنسبة للزهر والعصر بالنسبة للمغرب والعشاء يشترط أيضا دخول الوقت الأول منهما اللي هو المغرب فإذا أزن أو دخل وقت المغرب أو أزن المغرب بأكون بأداء صلاة المغرب ولا قصرة في صلاة المغرب لأنها ثلاث ركعات بصليها ثلاث ركعات كاملة ثم بعد ذلك بقيم الصلاة وأصلي صلاة العشاء ركعتين ده بالنسبة لجمع وقصر الصلاة بالنسبة للمغرب والعشاء طيب فضلد الشيخ في حد يعني ممكن يعتقد أنه فكرة تأخير الصلاة بيبقى وزر طبعا كبير جدا وذنب عظيم جدا لكن في بعض الأحيان ممكن يقول طب أنا فاتني الدهر لو شو شخص مش مواضب على الصلاة يعني أنا فاتني الدهر فأنا هصلي العصر وبعدين أصلي الدهر مثلا أو هصلي العصر وينسى يصلي الدهر أو يعني يسقط واحدا من الصلاة هل ده يجوز؟ وإزاي أصلا حد ممكن يصلي كمان القضاء صلاة القضاء الأول نوضح للسنة المشاهدين موضوع فات الصلاة وأخر الصلاة بمعنى ما هذا يعني هل أخر الصلاة عن وقتها يعني خرجت عن كل الوقت أم أخر الصلاة عن وقتها الأول لأن فيه خلط جديد جدا وكبير في هذا المعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الصلاة ونزل بها سيدنا جبريل عليه السلام أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما كاملا في بداية وأول الوقت لكل صلاة يعني في أول وقت الفجر أقام الصلاة وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أول وقت الظهر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أول وقت المغرب والعصر العشاء كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلى بالصحابة جميعا في أول الوقت وفي اليوم التالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في آخر الوقت لبيان حدود أول الوقت وحدود آخر الوقت المسافة بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو الوقت ما بينهما ما بين الوقت الأول والوقت الثاني لكن عندنا حديث يدعونا إلى المحافظة على الوقت الأول والحرص عليه لأنه أولى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الوقت أي أداء الصلاة في أول الوقت ردوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله أو مغفرة الله والمعنى أن من يترقب الصلاة وينتظر الصلاة ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيها فضل عظيم جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في رضوان الله وهذا يذكرنا بقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضو عنه وهذا الذي يتحقق حينما يدخل أهل الجنة الجنة فينادي المولى تبارك وتعالى عليهم ويقول لهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا رب فيقول لهم هل رضيتم فقالوا فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا يا رب العالمين أعطيتنا أعطيتنا فضلا عظيما بدخولنا الجنة فيقول المولى تبارك وتعالى وأعطيكم أفضل من ذلك اليوم أحل عليكم رضواني رضوان الله عز وجل أمر عظيم جدا المرحلة الثانية أول الوقت رضوان الله رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو ما بين الوقت الأول والوقت الثاني هذا متسع لأداء الوقت وفي كل هذا الوقت يساب الإنسان على صلاته وكأنه أداها في وقتها لكن التحذير أن ندخل في وقت القراعة وأن ندخل في وقت الضرورة اللي هو آخر الوقت وآخر الوقت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عفو الله أو مغفرة الله ما معنى العفو أو المغفرة أو متى يكون العفو أو المغفرة قالوا يكون العفو أو المغفرة إذا أذنب العبد أو إذا أخطأ العبد وكأنه لما أخر وقت الصلاة وأخر الصلاة إلى آخر وقتها ودخل في وقت القراعة كأنه أذنب أو أخطأ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عفو الله عز وجل حضرتك أوضحة طول شريف منذ قليل فكرة الجمع والقصر مع استخدام رخصة السفر نعم وتحديدا في الصلاة الرباعية في الظهر والعصر والمغرب ليس فيها قصر ثلاث ركعات والعشاء لكن فيها جمع مع العشاء فيها جمع مع العشاء السؤال هنا لمن مثلا تفوته الصلاة ويتحجج بالعمل بضغوط معينة مر بها طوال اليوم وفي نهاية اليوم يقضي هذه الصلاة هل هي فكرة القضاء إلى أي مدى تقبل هذه الصلاة ومدى صحة هذه الصلاة لأنه من المفترض أن يصلي الإنسان في موعد نعم يعني في هذه الحالة كيف يتم التعامل في الحقيقة بداية أيضا نوضح بأن ما طبيعة العمل لأن إذا نظرنا أن الله تبارك وتعالى إلى أن الله عز وجل رخص المسافر ورخص المريض هناك حديث عظيم جدا 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 أسوقه إلى كل إنسان يعني يتعرض للسفر أو خاصة ابتلي بالمرض بعض الناس يحافظ على الصلاة في أول وقتها ويحافظ على السنن ويحافظ على الرواتب حتى إذا ابتلي بشيء من المرض وعجز عن أداء الصلاة في وقتها فإنه يحزن ويغضب كثيرا ويظن أنه فاته الكثير والكثير من هذا الأمر لكن أنظر إلى يسر الإسلام وسماحة الإسلام حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر لو مرض العبد له رخصة أن يصلي القصر أو يجمع الصلوات وإذا سافر العبد له رخصة أن يقصر الصلاة الربعية إلى ركعتين وأن يجمعها وتسقط عنه النوافل اقتداءا بأنه يتسنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يأخذ الأجر على ركعتين ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعل مقيما صحيحا يعني يأخذ كل الأجر على كل العبادات وكأنه يؤديها كاملة بدون كصر وبدون جمع أما بالنسبة للأعمال طبيعة الأعمال عندنا الصلاة النسيان وعندنا من نام عن صلاة أو نسية العذرين دول النوم والنسيان لكن حينما نأتي الآن وننظر إلى المصالح والدين نظر إلى مراعاة المصالح فعندنا حينما ننظر مثلا لعمل في برج المراقبة للطيران مثلا على سبيل المثال لا يستطيع أن يترك مكانه نعم لا يستطيع أن يترك مكانه أستاذ جامعي ويقوم الآن بأداء المحاضرة والمحاضرة مقيدة بوقت ولا يستطيع أن يترك هذا الأمر لا نستطيع أن نقول بأن هذا مخالف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة أو لا قضاء له إلا ذلك العلماء يقولون وكأنه أداها في وقتها ويقاس على ذلك كل من يتعذر طبيب يجري عملية جراحية ولا يستطيع الآن أن يترك هذه العملية الجراحية وإلا سيترتب على هذا ضرر أيترك لإقامة الصلاة في وقتها الآن ويترك هذا مراعاة للوقت الأول أم يدوم في هذا العمل يدوم في هذا العمل وإذا انتهى من عمله قياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا قضاء له إلا ذلك يصليها بعد انتهائه من العمل وكأنه صلها في أول نوع لكن لا تؤجل لتاني يوم فضلت الشيخ لأن في بعض الأراءة اللي اسمعتها الحقيقة وشفت الناس بتقتضي بيها أنه لو حد فاتوا الظهر مثلا تاني يوم يصلي مع ظهر تاني يوم لا في هذه النقطة حينما ننظر إليها فالأولى في ذلك أن الإنسان يقضي الصلاة بمجرد أن يذكرها أو بمجرد أن ينتهي من عمله لا شك أن الإنسان الذي يجمع الصلوات عمدا ويؤخر الصلوات بدون عزر ذكرنا الأعذار وهناك من الأعذار التي تقاص على ما ذكرنا لكن حينما ننظر إلى من يترك أو يتهاون في الصلاة أو يؤخر الصلاة بدون عزر وعايزة يقضيها الآن إنسان تكاسل تكاسل يعني في بعض الأحيان يمر من الإنسان بفتور ما أو يتكاسل مثلا نعم ما حكمه فترك الصلاة وفوجة أن نحن في وقت العشاء الآن أو انتهى وقت العشاء الآن ولم يصلي الخمس صلوات هذا الصحيح له أن يقوم بقضاء الخمس صلوات أن يقوم بقضاء الخمس صلوات كاملة في هذا الوقت طيب فدت للشيخ أخيرا بالنسبة لو حد ما كانش بيصلي أو كان بتفوته صلوات لفتر لمدة وابتدى يصلي هل فيه طريقة أو هل مفروض أو هل يتوجب عليه أنه يعود ما فاته من الصلوات ولا صفحة جديدة في الحقيقة هذا السؤال يعني فيه أراء عظيمة وسؤال مهم جدا 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 وأنا أرى أن هذه الأراء للعلماء والآئمة فيها بيان لرحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل بالأمة أولا الجمهور على أنه لا بد من القضاء جمهور الآئمة لا بد من القضاء وكيف يكون القضاء قالوا إنسان مثلا مر عليه خمس سنوات لم يصليها مثلا أو عشر سنوات وتاب وأناب من هذا الأمر من ترك الصلاة وأراد أن يكون بأداء الحقوق هذا الرأي يقول بأن الإنسان إذا تاب لا بد من ربض الحقوق وهذا حق لله عز وجل على العبد فمن باب أن هذا حق لله عز وجل على العبد إذن لا بد من آداء هذه الصلاة كلها جامعة إذا كان خمس سنين هيصلي خلال سنة مع كل فرض خمس فراء أنا حاطر حضرتك بس عشان موجز الأخبار بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف أبو حاطب مدير عام وعد القاهرة ووزارة الأوقاف بشكرك شكرا جزيلا وبندعو الله أن نقيم الصلاة دائما في أوقاتها ونحن نقيم الصلاة دائما في أوقاتها